السلام عليكم ازايك يا حسام اعمل ايه تمام يا دكتور احمد الحمد لله عايز اخد من وقتك خمس دقائق تفضل يا دكتور تحت امرك شايف البازل دي دي عبارة عن لوح من المكعبات مسبت فوقي لوح تاني من المكعبات ما بين الروحين دول في مكعب واحد بس في الرقم رقم واحد هو ده اللي جاي للروح اللي فوق تمام لو حطينا قالب من الطوب يكون مرتكز على الرقم رقم ثلاثة تفتكر هيقدر اللوح ده يتحمل الآلب اكيد لا الآلب تقيل ومفيش دعامة تحته فاكيد هيوقع اللوح عظيم طيب لو جيت قلتلك اني هديلك هداية 100 جنيه وتثبت الآلب ده فوق اللوح هتقدر لازم اعمل دعامة بمكعب او 3 مكعبات تحت اللوح عشان يتحمل طيب لو قلتلك ان كل مكعب هتستخدمه وهتضيفه للوح هتدفع عليه 10 جنيه وكل مكعب هتشيله هيبقى مجانة هتعمل ايه كده يبقى هاخد منك 70 جنيه عشان انا هحتاج ثلاث مكعبات في دعامة تمام طب بص هعملك اختبار تاني شايف الاختبار ده ده عبارة عن لوح من المكعبات الابيض مثبت فيه ثلاث مكعبات باللون الاحمر واللوح التاني ده عبارة عن لوح مكعبات الابيض ومثبت فيه مكعب واحد بس باللون الاحمر ونفس الشروط موجودة هتاخد 100 جنيه لو عرفت تخليهم الاتنين متمثلين لبعض بشرط كل مكعبة تستخدمه هتدفع عليها 10 جنيه وكل مكعبة تشيله هيكون مجانا طب ماهو كده يبقى هاخد بينك 80 جنيه عشان هستخدم مكعبين وبالتالي هيكلفوني 20 جنيه كده بقى انا عايز 150 جنيه يا دكتور طيب ليه ضيعت من ايدك 50 جنيه اللي استهلكتها في اضافة المكعبات هو كان فيه حل تاني في البازل الاول كان قدامك تشيل المكعب اللي عامل دعامة في الرقم رقم واحد وبكده هيستقر اللحين على بعض وهتقدر تشيل عليهم قلب الطوب مجانا من غير ما تكلف نفسك 30% من المكفأة وفي البازل التاني كان ممكن تشيل مكعبين من النموذج الاول مجانا وبكده هيبقوا النموذجين شبه بعض من غير ما تستهلك 20% من المكفأة بتاعتك دي دراسة عملت في جامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية واتنشرت في مجلة النيتشر الدراسة دي أثبتت أن العقل البشري في حل المشكلات بيهتم دائما بالإضافة أكتر من الإحلال والتطوير حتى لو كانت الإضافة دي هتكون مكلفة جدا وبتستنزف موارد الكوكب الدراسة عملت على 1585 متطوع وأثبتت أن في حدود 10% فقط منهم بيفضلوا الحلول القائمة على الإحلال والتطوير أكتر من الحلول القائمة عن الإضافة اللي كان بيفضلوها في حدود 90% من المشاركين وده لأن العقل البشري بسبب سرعة الحياة أصبح بيستجيب لأول فكرة بتوصله بسرعة وعادة هي فكرة الإضافة إيه أقدر أطيفه لحل المشكلة أو إيه أقدر أعمله لحل المشكلة لأن فكرة الإحلال والتطوير بتحتاج مزيد من الوقت والتخيل عشان توصلها وده مش متوفر بسبب ظروف طبيعة الحياة وفكرتني بالمناسبة دي مرة مراتي كانت بتعمل طبخة دخلت أبص عليها لقيتها زودت الملح حاجة بسيطة رحت مزودة كل مكونات الطبخة علشان تعادل نسبة الملح اللي موجودة وده طبعا كان سبب من أسباب ضياء مرتب أخر الشهر واحد إحنا في القناة دي بنحاول نوصل المعلومات المهمة بشكل علمي ومبسط فلو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت في التعليقات تحت الفيديو اشتركوا في القناة